السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا حلوين ان شاء الله بخير رجعنا لكم حلقة جديدة من توقفنا الحلقة الماضية يا حلوين بعد ما جلسنا كده مخمخ على هذه القلعة الجميلة لكن اليوم عندنا مفاجآت طبعا هذه من اقتراحاتكم واحد الله يطيل عافية قال حط اكبر نافور وتقدر تحطها قدام القلعة وركبنا نافور لعيونك بنينا اكبر نافوره مع جلسات واضاءات فاصبحت بهالشكل الصراحة جميلة جدا اشكرك على الاقتراح اوكي وايضا الشي الثاني اه الشي الثاني اننا حطينا مدافع ايضا من اقتراحاتكم حطينا مدافع تشوفون بالاعلى وايضا اه هذه طبعا من المخموحة حقتي حطيت اه تشجير تحت النوافذ وتشجير بالاماكن اللي زي ذو اللي يشوفون عند المداخل يعني عاطت المكان الصراحة رونك خاص فيه وايضا اه اه واحد قال ايضا الا اقتراح عليه قال التشجير ايضا لا تنسى السور الخارجي مثل ما شجرت المبنى شجر السور اه سويت بعض التشجير للسور بس مو كثير مرة وايضا اكيد حطيت اه دولي الورود والحركات الحلوة طبعا اه شوارتكم بالحلقة الماضية اه كيف نرتب الالات فالجميع اتفق يعني الا يعني كذا واحد انه هذي الساحة هالدور الارضي هذا يكون لتربية يعني نبي نصنع الناني المربية ونخلي هذا المكان لتربية الديناصورات لانه مكان كذا الصاد والحالة تحت وايضا اللي فوق لم يخليه للالات ليش لانه يكون قريب للمدرج حق الروك دريك وخلي هنا الالات ويكون مع الاطلالة يعني لانه اغلب وقتنا راح نقضي عند الالات لعدت تفقوم معي اه اوكي الان اه ايضا مش سينت زي هذه شبابة وصناعت حطيت حرف اتش مثل ما قلتولي واحد بالكومنت قال حط حرف اتش نفس حق الهليكوبتر مخمخت حطيت حرف اتش لعيونك وايضا حطيت شو موني انارة حمرة علشان تبين المدرج حق الروك دريك اذا صرنا كده جايين من فوق داعسين نوقع هنا بالملي وايضا شلت الباب مشوه وحطيت هنا ورود تحسبون خلاص كده وقفناه لا تاونا تاونا تعال تعالوا شوفوا الجديد طب ان الالات شوفونا هناك اللي الان ما نقلت انا راح ننقلها خلنا نستخدم السجادة السحرية شوفوون في جديد هنا شوفوون السجاد اه عينكم مش راجل السجاد سجاد اسد صلخنا اسد حطينا هناك السجادة شوفوا القدحة يا شباب طبعا الان الان يا شباب عندنا السرير والتخزين والحركات الحلوة هنا المكتب شفتوه بالحلقة الماضية اه اوكي وايضا تخزين عينكم على المطبخ طبعا مطبخ فعلي مو مطبخ كده خراب يطلع فعلي حلو هذي طولة الطعام يا حلوين اوكي وهنا وش عندنا هنا هذه عدة الطبخ شو عند الطبخ خلوني يوريكم بالتفصيل شوفو هنا يا حلوين اه هذا اللي هو القرل هذا الشواية هنا نشوي اللحم حلو وهنا اه نصنع الالوان نصنع الالوان والحركات البركات حركات حلوة وهذا القدر حق الوصفات شوفو اه هنا نزين الكيك نزين الوصفات الكبل الحركات الحلوة يعني هنا مخمخ اه على الطبخ يعني هذا ركم مطبخ كامل طبعا هذه المغسلة مغسلة نغسل فيها الموعين وايضا نقدر نشرب منها موية حلو ها شربنا وايضا هذا تخزين اي شي نحط فيه اوكي وهذه ثلاجة هذه الثلاجة وهذه لتقطيع اللحم شوفو حطينا جذع كذا اشتراه يلا عم شوفو اثار السطور اثار السطور ترى ابعلم جبهتك اذا طلعت من المقطع ما حطيت لايك يا شباب الان اوو نسيت عليكم دقيقة شوفوا الستاير والحركات هذه وايضا لايفوتكم اللي هو المشب بعد ان شاء الله بحط باذن الله هنا سجادة قدامه ونحط جلسة جلسة كذا رايقة عندها المشب حلو علشان اذا صرت تتناول القليل من الكافي احتقل عندها المشب ايضا هنا حطيت سجادة سحرية حلو انا شاورتكم الحق الماضي قلت قدام حط سجادة سحرية عشان اذا جيت على توقف هنا ايضا على هذا البرج وتنزل عن طريق السجادة اسرع حلو لان شاورتكم الحق الماضي قلت تبون درج ولا سجادة قلتوا لي سجادة زيلا وايضا البرج الثاني بعد ما نسيته حلو يا السلام وايضا لاحظوا اللمبات الحمر حطيتهم هنا بالزوايا مثل ما تشوفون وايضا لمبة حمراء فوق هناك بالصراحة صار الابداع جدا الصراحة يعني جاز لي التصميم مرة مرة جاز لي يا لكن ما استغني عن اقتراحاتكم ايضا التشتير هنا تشوفون يعني في فيه يعني اماكن يعني يعني فيها تفاصيل جلست مطلح كذا وتعرفون طبعا انا الشيء اعشق شيء يسمى بينها فال يعني الدرجة انه ترى يمكن نزين اشياء ونسيتها الان اواريكم اياها يعني ترى عادي جدا تصير اواريكم يا الحلقة الجاية طيب الان اه نبي ننقل الالات طبعا خلونا نروح ناخد الالات ننقل هن نبغى ونبغى 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 ليلى الله نبغى فران صهر الحديد اوكي خلاص هذا نبغى نبغى ليش راح نفضي الالات اوكي هذا الشيء له هننزلهم بالة الاس بلوس اوكي الحديد الحديد هنا في تخزين فاضي تخزين فاضي اوكي هذا فيه ثلاث ستين هذا فيه خمسة اللي فيه خمسة اذا نلزق فيه الحديد اوكي علشان اسرع اذا بغيت رتب بعدين يلا جبن تعال اوكي هذا شفيه هذا ما فيه شيء فاضي خلاص شل المورتراند بيست وهذه فيها غراض سميثي راح ننزلها ننزلها وانا التخزين كلها فل اصلا ننزل هنا خلاص نبغى نشيل السميثي ونبغى نشيل وايضا خلاص نشي نقش على فران الحين نقش على فران وشه هذا شكلها حبة فحم متوقع والله توقعت حبة فحم طيب ناخذ يلا حلوين نزيم فيه ملح برود خلاص وهذه ايضا فاضية راح نشيلها وغيتكسرها خلاص هذه عدتنا نبي نروح اركبها الان بالدور العلوي طبعا محتاجين الحلقة هذه لازم نامن او يكون عندنا مخزون من لازم اننا يعني يكون عندنا كمية بوليمر علشان اه تكون الانتياجية مية بالمية طيب الان هنشوف وضع الوضع الوربت يا السلام حلوين لزة بعد ايوه خلاص يا السلام بل من اللي ركبناه طيب الان نبي نبي الفرانة الجديدة حلوين خلاص هذا اعدال الحين يلا بسم الله الرجع الان لمن نصف كدريشه هلو خاص بالنص هو لا يعني مو بالنص ممر بالنص اوكي حلوين يا سلام كافو والثاني جنبه يا سلام كافو يا سلام كذا ايوه ارس ركبنا اثنين الحين افران هذا ولي شوي اني ركبات مع البابنا راح يعطن اجمل منظر وايضا اسميتي لانا نساه وينه حلوين اوكي هذي غليها هنا يا سلام لزة شوي عن الباب عشان ما ضايقنا حلوين حلوين كافو كافو ضبطنا العدة الحين وش اللي بيقى اللي بيقى نبي نحط اله هذه الاس بلس ونبي نحط فوقها طبعا الى الان ما زينا طاولة كيميا لن نعتقد محتاجين بوليمر نبي نتأكد اذا حنا محتاجين بوليمر او لا فنشوف اوكي نحطها هنا ونخلي فوقها هذي وينها المورتران بيست يا سلام هلوين وننزل ذي الافران كافو خلاص الان نبي ننقل بالتخزين هناك يلا الاهناك نجيبها هنا يلا بشكل سريع اوكي الحمد الله الان خلص نقلت الاغراض ونقلت الحديد حطيته بالافران دولي الجديدة وايضا اه ليلى اهلا الله التخزين ما خليته هنا عشان ما يشوه المنظر طبعا محتاجين بوليمر مرة محتاجين بوليمر الحلقة دي ضروري اه لانه نبغى نصنع الاسلاح حق نبغى نصنع خزنا خزنات الحديد طبعا اه تشوفون التخزين صفيتها هنا هذي غرفة التخزين اللي قلت لكم عنها الحلقة الماضية خلاص احنا شغلنا مرتب والاغراض مرتبة يعني وضعنا بالسليم بس ناقصنا النصنع اللي هي طاولة الكيميا طاولة الكيميا ايضا تحتاج بوليمر يعني محتاجين طاولة كيميا ومحتاجين البارود حق السولز وايضا محتاجين الناني اللي تربي الاطفال اللي تربي الاطفال لنا حقة الدينصورات فهذه كلا هرح محتاجة فخلاص الان البوليمر بالتمثال لازم نجيبه فراح ناخذ اه صح نستقول لكم في اسماء جديد للديناصرات اللوري حلو هذا اسمه الاول وهذا رارا هذه الانثى رارا سميتها الحمراء وايضا هذا سمنا عناق او هذا سليط وهذا سليطين وخلاص اعتقد هذول هي اسماء الجديدة لا وهذا المغناطيس حلو طبعا كل اسماء اقتراحاتكم يلا مشينا نبي ناخذ ذا اوكي وش جاي الابل جاي الابل واحد نبي نعطي نعطي سرعة يلا قال لي غادي السرعة والغضب طبعا افضل طريق الان نجيب شكل مواققة اللي هو نجيب نقتل اشي قال لهم ذولا اللي هو السلطعون طيب عشان نجلد السلطعون ليش ما ناخذ الجيش كامل ناخذ سحلان حلو ولنثى وينها ولنثى ناخذها وهذه وقفة ذي كأنه تابعتنا طيب اعتقد خلاص ثلاثة يمدينا نجلد السلطعون نجد سلطعون ناخذ منه بوليمر طبعا البوليمر راح يعطينا السلطعون مو بذيك الكمية خلاص اللي تغنينا لا يعني زين اللي جبت الجيش فيها تك كذا شي قال له طبعا ما راح تغنينا الكمية اللي راح تعطينا لكن راح بس تعطينا الاساسيات الحين وش الاساسيات ان نزين السلاح حق السول واذا قدرنا ان نزين اللي هو حق الانتقال ودي نحطه بالبيس طيب دقيقة قبل نتعدى البيس شوفوا هذه الواجهة فيها تغييرات فيها مدافع فوق فيها الاشتعار ضي التشجير فيها الغروض وايضا عدلت على الفاير رفعتها تشوفون اول كانت بالارض ما اجاز لي شكلها ابد نهائي لكن اعتقد كذا تعجبكم مثلي طيب الان البراسور ذاتك نبي نقصه ونبي نبتل ندور سلطعون الدب هذا كم لفلا هوين السبايقلاس اوكي لفلا كم لفلا خمسة تسعين خايس طيب شال حل نبي دب اعتقد هو اللي يعني قوي يفزا لنا يا كفي يا كفي يا شير ذيما يا كفي انا قلت لكم اذبحتك بس طيب نبي سلطعون اين السلطعون؟ دائم هنا في البحيرة بحيرة دائم مستر سلطع طيب انذكره مية وثلاثين وانثى شاكله بتلعب هنا تايكواندو. لكن الله يسترنا بنروح. يا حنة يا هي. اوكي هنا في حق غاز. اي صح تذكرت لازم اليوم نمر حق الغاز. طروري. نشوف كم جمعنا من الحق اللي راحت. قلنا اجلده 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 كافو كافو لا تقصروا معه. طيب هذا كيف نجرة غلط اننا ندخل وبملعبة الان بملعبة ما يصلح ندخل لما. اوكي. هالله سمحت. ما اقول يبغى نشابه ارفع للطلقية ما اقول له. ما اقول ان الشابه نذكره يطلق عداله مبلازم تنفعه في شيء. ايه يضارب مع هذا اجلد 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 اجلد. الله يستر الله يستر. لا بعد بيران اسمك. ايه يفقع وجه اسمك اذي يعني ما احبه. ايوا اسمك 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 يو كونثروهن يو كونثروهن. الله يستر. ناظر البحيرة شكله مليان بيرانه اذي. يالله لحم سمك ما يخالف محتاجين لحم سمك. طيب السلطعون ما عنده طاري ذا يطلع. تعال انا ما ادي دخلك ادري بملعبك. ينضارب مع هذا النفسي تعل. والد. الله يا علي لون يا عيال. الله ياهو لون يا عيال ذا بنفس جي غامق أرسل قرب يغوت قرب يغوت كافو كافو كم جانا حين كيف ادري كم جانا دقيقة انت فاهم هذا اللي حصدها في جانا مئة واربعة ثمانين بوليمر كويس كويس وهي كب علينا زيت كب علينا كمية زيت كافو اوكي هذا مئة وخمس وعشرين سباينو وبملعبه يعني تدخل على سباينو في بوف الموية اعتقد غباه مرة غباه لكنه بنجازف اوكي يلا عليه عليه حلوين الله يستر والله شكي تحسفت تعالوا 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 والله ترددت يا عيال هذا بملعبة تدخل عليه بملعبة تندم هذا في بوف موية الحين اوكي خليه يجي لأمنا تعال يسبك تعال اوكي الله يستر والله يستر والله يهولون يا عيال والله يهولون الموف اوكي صحتنا صحتنا يا ابن الذين اوكي كوف نتفناه على اخر الرمق لا يموت لا يموت البنفس يبيه ابيه لبي الروضة كم لب له هذا ضروري الروضة مية خمسة والله يهولون يا عيال الصراحة لو انا اجز ببخ خلوان ما 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 سويت له هناك كذا والله يهوزنا طيب يالله يالله مشينا طلعنا هدب وذا كم لب له مية وخمسة واربعين كافو والله هدب يمضحونا خلنا جده ولا تعالوا 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 مني برأس حرش اوكي بابنع او يا صح حتي انزلت او يا صح حتي تملطشت اوو وش ده كذرهم اوكي الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر جايزين تفرجون دولا اوكي وفي هنا خلية في خلية وفي دب الدب طعم المفضل للعسل يعني نمنوم غرضنا ترويضه وين راحل هنا يا ذا تعال سحلان ذا ما يسمع الكلام قليلا دب طيب هنشيله اوكي قدامي اللاعب عطشان اوكي اللاعب مدير العطش اوكي عشق ذي نشيل نشيل الاغراض حلوين طيف نبن خدر اذا هذا نبيه اوكي يا سلام عليك يا سلام عليك اوها اوها الراحة يا ابني الراحة يا ابني ايوه ايوه خدعت وكافو كافو كافو ايوه الله يهو دمج عالي ايوه دمج قوي النذل اوكي الحمد الله انطرح الان خلنا سرق عسل ونروح الروضة بشكل سريع بسم الله ايستر انحلنا شبلي اوفي كارنو هنا لف يمين اوه ابتل تطارده انطرحه هنا تحت لا مو هنا دقيقي نتأكد وين انطرح ايه هذا هو تحت يا سلام يا سلام يا الرافجر كافو اوكي كل الكثير من العسل ايه الدب يا سلام تروض كافو كافو ابا سمي ذا نغير اسمه راح نسميه كعبول هلو يا سلام انا نقشها يلا معنا اوكي اخذ العسل الوين يلا نوجه البيس حلو الان رجعت البيس بسم الله خلاص انا بنزين سادل للدب وناخده معنا اوه في اوه مراسبنات داينو زينة واجد ممكن عشان يشلت الفونديشن اوكي اوكي كافو كافو في جيردي هنا والله مستلم الاغريسف لين اضرب اضرب مبرح حلو حلو زين الله يطيه العافية اوكي اوه اوه خلنا نهي behaviors نوقف هنا ونروح ننزل الدب ونزيل احلى سادل هذا الدب اوكي هذه الاؤ الانثاء وهذا الزكر اوكي خلاص نبي اغراضه معنا. يا سلام. خلاص معنا اغراض الدب انتهى تكافو. يا الله بسم الله. يا الله عجل علينا. اوكي. صنعناه لسدل. ان شاء الله الان بنروح نجيب اه اللي هو الغز. لما نشوف كم جمعنا من الحلقة اللي راحت. عشان نصلح الدرع الهازمة تسوت. او الدرع حق اللي هو اللي مقاومة الاشعاع. اللي يشعاع الصادر من الاليمنت. اوكي. يا السلام يا كعبل. يا السلام. بس انه مشكلة انه ما يمشي على الزب لاين. قال نستخدمه لرحنا للمنطق الحمراء. طبعا اليوم ضروري ندخل منطق الحمراء. ليش? نبي نروح نحط هناك منصه. علشان نجمع اه بوليمر. وايضا اه ليلى اه لالله عشان نجمع كريستالات حمر. يعني نظر ربع صفريمحجر. فينشوف الحين. وين هذا? لي هذه حقتنا. كافوا. اللي حطيناه بالليل. يا سلام. او جمعنا سبعمية. كافوا. يا سلام. يا سلام سلم. اوكي. يلا ناخذ. امشي. امشي ورمشي. يا سلام يا البيس. وارث رقل عثرة رفيع مرة. توي انتبه لها يعني توي ندقيق بالنهار. وارثة رفيعة. ستقول لمبة الحمرة اللي فوق واضح من هنا. واضح مرة. الصراحة المنصة حكيت ارى قدريك متحمس مرة. حلو كنا مولمين العصاب قبل الفلقة. جالسنا زي منصة وكذا وصلنا الاحيين ما عندنا ارى قدريك. يكن يلا عوافق. ويش العقارب دولي راسبن كثير هنا. سلامات. شابن دولي. ايه تحرشن بالجرذي. والله يعني بياندمن. اوكي. هلاصل الان هنروح من دم اه جبنة دولي اللي هنا الغاز. يلا سريع. بسم الله. الهازمت سوت هنا تزيان. لا لا ما اعتقد انه في الفابريكيتر. قنت اكد. اوكي اه نبي الهازمت سوت. انه نكتب سوت لاني ناسي شو تسمي هي. اه اسمها هازارد. هازارد مو بهازمت. هازمت اعتقد بلعبة رست اذا ماري بواهم. طيب. اه نبي ذات شوفونا هاي تقلع لوك هالغاز. اول ما لعبت بريش انا حسب علك انا. طيب. اه نبي ايه نبي كمية منه. اوكي تشوفو البدلة محتاجتها. والباقي الاغراض لا لا تقول نبي بوليمر اي هشوة جيبين بوليمر كافو كافو. كافو. يلا جيبين بوليمر وننزل الزيت بعد هنا وننزل الالكترونيات وهذا ولي كافو. اه باقي عادة الاغراض بسيطة كل ما وجوده عندنا بالتخزين. يلا نبي نصنع هذي. اه اللي هو السروال. ونبي الخوذة. ونبي القلابز. اوكي. اه يلا القلابز. وايضا نبي اللي هي الاحذي اللي يكرمكم. ونبي الصدرية كافو. طبعا نشوفونا خلاص عن تطور الدرع حقنا صار خمس ستين. يعني نبي نفتك اخيرا من بدلة الخباز. آآ اللهم لك الحمد. تطورنا. فالان نبي خلاص نبي يصير عندنا لازم يصير عندنا مصدر للبوليمر لازم نبي نشوف اللي استخدمناه بسلسة تارك بالي يذكرون هل يمدينا نصنع او لا نبي نشوفه الحين مع على اغراض اليمانا طيب هذا. هذه الهاز ما تسوت. اوكي. خلانشوف شكله. يلا اوفو الشال الحين رسمي سبك. اوه ايش معمل صيني. ايه مرد هذا الشادومين. بدلت هذه الزرقة اللي تدور عندي حق وتاتا ليتشل ايه حطيت الشادومين. طبعا الشيبي اللي ما عارف فايدتها شرحتها قابل انا. المهم. اه اوكي. الان اننا بننزل بدلة الخباز هنا. انا بنشوف هو يصلح هنا. اوكي ما هو يزين هنا. طيب كنا يصنع بليد خنشوف. اوسم تليبورتر الا يصنع بليد كافو. يا بي عشرين بوليمر خنشوف اذا معنا كافي بوليمر ولا لخلص. كافو صنعنا اوسم تليبورتر ويا بيكترنيات والسمنت ذلك الحمدلله كلنا عندنا. ونابي الريموت. الريموت. ونابي حبة ثانية الشولو. نبي نحط حبة بالبيس وحبة نبي ناخذها معنا بالرحلة. علشان الحبة الثانية نحطها عند ريسبون البوليمر اللي بالمنطقة الحمراء. ان شاء الله عشان لانه بعيد بعيد مرة تخيلوا. افضل طريقة اننا ناخذها معنا. طيب الجنحان وش يابي صنعتين خلينشوف. الجنحان نكتب قلايد. قلايدر سوت. اها تبي لو لو ازرق. طيب. الاس بلس اول لي ما تخلص وش اسمه. انا متأكدهم في قلايدر فيه ثنتين قلايدر كاليوم شايفينه تذكرون. اوكي وين قلايدر قلايدر القلايدر. طيب خل نختصر نكتب. ايوه هذي. هذي وشي ذي. اوكي. عندنا واحدة اسمه الار. وعندنا واحدة. وتلاحظون هذه دبل موارد. ايه هذه تصني. اه ها. يعني ما تنكسر. كافو حنا من ابيل ما تنكسر حيما تزعجنا. يا الله ممتاز. ممتاز ممتاز. قلايدر ريوزبل. يا السلام يعني عليك كافو. خلاص. الان رسميا. رسميا اصبحنا خلاص. الان اصبحنا نعرف نلعب. طيب. باقي شي مهم. باقي براشوت. نبي نزين واحد ريوز بالحبة. ونحطه تحت باختصارات. اوكي. بحطه باختصار سبع احتياط. انت تعرفون الان خلاص. صار معنا. رخصة طيران. نشوف. يا السلام. سلم. يا السلام. سلم. يا السلام. شوف العقارب. غرض الكايتن. اوين الفاس. كيلكم بقصة هنا الوحش. اوكي. 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 مش تعطينا. يلا يبارك بكت. والله يا مبخلين باللوت. اللي يعطونك. طيب الآن نبي ناخذ معنا البير. في هذه الرحلة الممتعة. نبي ناخذ معنا البير. اوه كعبول مسميه انثى. والله ما ما تيجي يا عيال. لكن استره مواجهته. استره مواجهته. نبي نلفي له صحة كعبول. خمسة ديميج ولا نعطيه كله صحة. اوكي خلن نبه له خمسمية. ونعطيه ثمانية الاف صحة. والباقي ديميج. حلوين. يلا انا بوقف هنا عند اشترة. بوقف عند اشترة شوي يهيل بعدين نمشي يلا بسم الله. اوكي لحده يهيل كعبول. قلونا اا نجي نطبخ لحم. نطبخ لحم. من اللي معنا لحم السمك ولحم الاشياء ذي. اوكي لحم سمك ولحم البرايم. اوكي كده الوضع تمام. اوكي الان نقلنا الخشب. طرح صحيح بدنا نكشن على اللحم. قطينا ب الف وخمسمية خشب يستاهل. يا سلام. والله سريع طبخه مرة. شافوا. طرح صحيح نجهز اللحم. يلا الان. ان شاء الله انه هي الزبان. اوكي هي لالان. لكن قبل نمشي عشان ما انساه لازم نحط اللي هو التلي بورتر. راح نخليه هنا. شفون. خليه هذا الامكان. آآ اعتقد هنا المكان يكون في الواجهة. عشان اول ما ننتقل الراسم هنا. هلو. اوكي واحد مو اثنين. اي ابنائي واحد. اوكي انا بنسويه لعدد تسمية. نكتب مين بيس. مين? بيس القاعدة الرئيسية. هلو? يلا مشينا. اوكي خلنشوف الان نجربه. ممتاز طلع عندنا كفو. طلع عندنا اللي هو التليبورتر. اوكي يا سلام. يعني واحد شخصياتنا بالليفل ذا وفاتحين كل اغراضيتك وفاتحين كل شي يعني ما هنا بوس ما قتلنا فقاتلني الدراقن وكل شي يعني نستحق حقا شي نستحق ان يصير معنى تليبورتر. فضروري الصراحة التليبورتر عشان ما انت بهذل. فالان نبي نمشي. انا وشو ببالي فكرة? الفكرة اللي ببالي اني ما راح امشي ماشي على الرافجر لمين نوصل اللي هو الليلة هلالله البوليمر لا اه يعني ابا استخدم كذا نبي ناقداح نستخدم ان شاء الله ننطب عليه عدال نضيعنا نخنبقنا اه الى معنى الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اه فنستعم بقواه ذا اللي هو الادب ادب بعد والله دمجة قوي شفتوا كم يضرب قوي شوي يضرب 111 وعن ما لبلنانا يضربني انا يعني قوي قوي متعافي لا خلونا نقفز من هنا معند الشلال شفون سباين العمود الفقري وبحاول اني اقرب لما وبحاول اقرب لما سباين باين اني نقفز من عنده من هنا كافو لا يستر نبي نرقى من هنا كل ما صرنا مرتفعين ازيان عشان ينزلنا على المكان اللي نبي هاد والله اني من زمان ما استخدمت في القلايدر ترى عادي جدا جدا اني اجيب العيد الحين تهي ايا بضحك اوكي لكن مدم معنا البدلة هذه ان شاء الله انه ما علينا باذن الله معلنا خوف طيب اش نبي نبي ندخل ذا هلو اوكي دخلنا هذا الداينو ويا الله بسم الله استرها معانا يا رب استرها معانا يا رب اوكي يا ساتر يا انهار الالمنت يا ساتر يا انهار الالي اوكي اعتقد انه هذا الممر تحتي دقي دقي انا ناسي شو نستخدم ذي كنترولة نزلناه ولا مصطرة لا دقيقي دقيقي في شي ايوه هي هذا هذا ايوه اللي هي شفت والله يا استر عينكم على كريستال الاحمر اوو نسيت اجي بلانكي يلا يلا عوافي نحط نحط التليبورتر نرجع عادي طيب هنا البوليمر صح اذا ماري بواهم هنا البوليمر انت تحت الحديثة اوكي ان شاء الله انه دهو الا الا شوف شجر البوليمر كافو 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 والله اني من زمان عن لكن الحمدلله اني ما اجبت العيد كافو شوفون هذا الشجر اللي يشع علي تحتيسار هذا كله بولي ارغانيك بوليمر يعني تخيلوا عندنا مصدر كبير للبوليمر اوكي ايا السلام لان نزل الدب يلا يا كعبول يلا يا كعبول شوفوا يا شباب ها هذه هي الشجرة يا سلام كافو ارغانيك بولي حدث ولا حرج فل ارغانيك بولي هنا وفيه الشجرة اللي يتهيل يا سلام هل درقة فوق نبيندعس من اول الممر نشوف معين بداية البوليمر نبينحط المنصة ببداية البوليمر علشان اذا بغينا بوليمر خلاص الرسم بالمنصة ونستخدم الدب نحصد كمية بوليمر ونرجع هنا ما فيها تلوث شكله هنا ما فيه تلوث لكن في ديناصورات قذري في بلرلوبيا ذا هل ينزل لك كريه ولا انا موت ابلع ابلع كافو جايبين لك هلي متعافي اوو نيملس نيملس دقيقة خلنا شغل لمبه وقت كراره وقت كراره يمكنك التلوث يا مستعائي هل يمكنك التلوث منذ مروري سوف يمكنك التلوث مروري سوف تلوث القوم. القوم. يا هم قويين الصراحة خلاص خلاص خلاص. هنا بداية البولي. تشوفون المكان ذا بداية البولي. ياهي كميات. تخيلوا. كنت حاط هنا منصة منصة تيك. منصة انتقال تيك وحاط الترانزميتر. الترانزميتر هذا. هذا السيكر كنا نتكلم عنه بقصة الحلقة الماضية. شكو القصة بالحلقة الماضية هذا السيكر كنا نتكلم عنه. هذا اللي هاجم هلينة وهاجم الراكول. وانقذتهم الصينية مئة. يا الله يجد 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 يجد. من ابنة دم تعافي ما يموت. معقول الصراحة. أنا طبعا لو طف اللمبة يروح بس ما بي طف لنبه بذلة بجلة. او الله دمجنا خلطف اللمبة ما لا داعي. اوك. اذلف اذلف. اذلف. اوك. طبعا الصراحة استقعاد يعني شوفوا اذا شغلنا اللمبة يجينا السيكر. واذا طفنا اللمبة يجينا النيملس يعني الخريط اذي خريط استقعاد يعني شوف طف اللمبة يجيك النيملس تشغل لنبيي يجيك السيكر يعني مادر يشتيفي. لكن يلا العوافق خلق بوليمر نعبي بوليمر الى بتنة حلو نبي نصنع اشياء واجد نبي خزنات نبي طاولة كيميا نبي البرود حق شقال لذا حق شقال للا اهل الله حق السولز حلوين يا سلام حلوين اخل نبي نحط هنا نبي نحط المنص هنا بل مكان اللي ما فيه تلوث اوكي تشوفوا هنا ما فيه تلوث اللعب مو قاعد يتدمج اوكي بني انزل اب اكتب اوكي واكتب بوليمر اوكي بوليمر يا سلام ممتاز اشان بس نعرفه ياهو تدمج ده كعبول تدمج عض الارض المفروض انا اني جاي من اه الانكي وشو لحنا نبي كريستانات حمر اللي يسألني يقول خلاص صلحنا حقا غاز تكفي لا يمكن تنكسر ديك حقا الغاز. لازم سن عندنا كمية كريستالات حمر. علشان نزين اكثر من واحدة حقه الغاز. ومحتاجين كريستالات حمر اعتقد لاشياء ثاني تخص الخريطة دي. يا سلام يا سلام يا سلام يا البولي خلاص يكفي 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 خشوف كم جمعنا. ثلاث الاف بوليمر. ثلاث الاف بوليمر ايزي. مرة ايزي. يا سلام يلا بننتقل الان. وينو حق التليبورتر. كافوا. انقلنا بارك الله فيك. يا سلام عليك. يا سلام عليك. الآن صار عندنا مكان. نجيب منك كريستالات حمر. ونجيب منه بوليمر. واذا نبينا جلده. شعند هذا شغلنا يدوري عند البيس. اقول لقم. اقول لقم. علم تعافي. علم تعافي. علم تعافي. علم تعافي. انا عناق وسليطين. وسليط يفزعون معنا. شعندهم. موابسطين اثرهم كارنوا بلبيس عندنا. لا 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 لا. امساخت. امساخت. مئة واربعين لتلي مراوضة. ما دريت يلا عوافي. اما مئة واربعين. يلا عافي. يلا يلعطنا البوليمور. نبي البوليمور. اوكي. يلا نبي نصنع اللي هو او شي نبي نصنع طاولة الكيميا. وايضا نبي نصنع البارود حق. خلاص. كذا وضعنا. تمام. هل نكتب الان سولغان. هذا هو ما يحتاج نكتب. اوكي. نبي حبه. حبة سولغان. هلوين? يا سلام. وايضا وش نبي? نبي طاولة الكيميا. طاولة الكيميا في الفبريكيتر. خلاص. نبي نودع البوليمور اللي معنا هنا. البوليمور. وخلنا نكتب كيمبينش. طاولة الكيميا خلاص. نبي حبه. اما ناقص الاكترونيكس. وسبارك بودر. سبارك بودر هاي ما اقدر عليها ايزي لكن الاكترونيك. الاكترونيات. ااا اوكي. الاكترونيات. احنا لازم نزين فارم. انتم قلتولي بالكومنت. زين فارم حق الاكترونيات اللي حقه البراسوف. متكيسة لانا زينها بالشكلي خلاص. قفالتها بزينها. من جد شكلي بزينها. الفارم حق الاكترونيك. اوكي. يلا يلا. بقى ندبر الكترونيك الكترونيك يلا مننا لمننا نكمل. الصراحة هذه البحيرة بحيرة الفيرتالليك مليانة السيليكا بيرل. مليانة فل فل السيليكا بيرل. اللي هي الول ابيض. فنبي نجمع كده كمية بعد نروح نصنع اه الكترونيات لأن عندنا الحديد متوفر فالسيليكا بيرل هو اللي نقصناه. نستخدم الدب هنا لان اصرنا برتفعين كده سهل نشوف كده فوق الماين. شوفون ايزي. يا السلام. المعطة كده الواحدة تعطينا خمسين. يعني نبي نفل سيليكا باسرع وقت. اوكي الان وضعنا تمام الله ملك الحم جلسين نصنع ما يقارب اربعمية ستين الاكترونيك الحين. يلا ننتظر تستع. ما دي نكمل بإذن الله. اوكي الحمد لله خلصنا. الان صنعنا ما يقارب خمسمية ثمانية. يلا الان نبي كمبنش. اوكي. الوين. اوكي صنعنا كمبنش الان. طيب والناني. الناني هي تصنع صح ولا باليد. اوكي. الناني باليد تصنع. طيب محتاجين اللي هي منهير. والمثل انجت. طيب لازم هي منهير البلد ما ينفع. ما ينفع البلد. نبغى سمنت خلص. ونبغى هيومن هير. يعني لازم اقص شعري. يا هي كسل من جد كسل. طيب. اه. خلنا نبحث هنا المقص. المقص. اه. سي اي اي سي اي. سي اي. طيب. الان نبي مقص. ما يخالف نقص شعارنا شكرا الله. يا الله. شكرا المتطلبات الغريبة دي. يعني لازم تقص شعرك عشان تقدر تصلح الناني. طيب. والله يا شكري بصير دمار. انا ما احب قص شعاره الشخصية ابدا. يا الله الان. اوه ادرك رعه. يا الله. ما عليه. ما عليه ما عليه. اوكي اكسبت. اوكي اطلع واجهي. الان. عندما يضم الحلقة الد ignore والك يا شكري بل لا. يا ظاهر الوجه. نحن نشوف فيه. بان اللي يخفي القبة الهم. المصف ك متجأة يا شبط متجأة. الكسier دمان الواجه ي while this does vibrate إلى عنوا الفلاح. ظاهير دمان الحفوك مازوم بعد التنظيم وهندondeتي في الصمف تبان الواجهيت encontrar التنظيم mundur drained mirراه. صار معنى ثلاثين أما شعر الدقن ما يعطي كل العشرة يلا عوافي لازم اجل ننتظر يلا ونبي سمنت لازم ندبر السمنت السمنت وشو عندنا كايتن عندنا ستون صح ليش ما يشغل اي صح صلحنا ذي دقيقة دقيقة شغل مخك طاولة الكيميا هي التي بتزيلنا الان كمية سمنت رهيبة طاولة الكيميا وان حطى نحط هنا لا 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 ما ودي على ابعه تقوة للجدار لا نشوفون الألات تبازن على الألات الثانيات فلان هي الآل التي نحيف مره عشانوها نحيفة نود né بعدها نبي سمنتنك بيست نبي نقول 500 نبي نقدر تزيل لنا يو سلام يقدر شغلنا كفوا يا سلام يا سلام الآن فاذلك احلا سمنتك بيست كافوا الان بس بقى ننتظر الشعر انه يطول يلا يلا الواضع ويش هل يطول يبينه زيت حشيش ده يلا 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 يطول لازم ننتظر يلا يقرعنا اللاعب يلا عوافي اوكي بشركم طلع الشعر يلا انا بنجبه مرة ثانية وهينا المقص يلا اوكي يلا لا يوقف نقرع مرة ثانية عوافي العيون الناني يا السلام يا السلام كافوا اخيرا صنعنا الناني يا سلام سلم كافوا ليش ما خليها بالنص خليها بالنص شو له عند الجدار عشان تصير ديناصورات يدرون حواليها نحطها تحت ثرية ذي بالنص اوكي كافوا انا بنحط معالف نحط الشياء حولها طيب يقول اه تعطي طعام لصغارين اللي حولها وتسوي امبرنت اوكي فقط تحتاج باور اوكي اللهم لك الحمد طلع السلك بعيد عنها قربت السلك الكهرباء واصبحت باورد طرص تم تفعيله اوكي الان تشوفونا جاهزه لتربية صغار الديناصورات طبعا معي لحم محتاجه راح اخلي اللحم موجود بالناني طيب اوه شي راح نشتغل تزاوج على على الشياء الحلوة بعدين ان شاء الله باذن الله راح نجيب صغار روكدريك يعني ان شاء الله باذن الله اه الساحة ذي راح تكون تربية صغار الديناصورات وازين احفظ لهم عشان ما يجيهم شي طبعا اه بشي نسينا قبل يخرب البوليمر اللي معنا نبي الترمينال اللي هو ترمينال وين اوكي وين الترمينال اوكي نبي هذا السول ترمينال صورة السول ترمينال يحتاج اشياء بسيطة اوكي صنعناه هذا عشان نحفظ فيه السولز وانا بنخليه تحت انو يحطه تحت عند الناني انتعرفون شغلنا على الديناصورات كله راح يكون تحت راح نحط آآ السول ورا الناني هنا اوكي بهالشكل يا السلام الوين اوكي هذا الترمينال علشان السولز والحركات العلوة خلاص جاهز اه اه ساحق التربية الديناصورات جاهز تمام باذن الله اوكي الان خلاص تبقى ان نكمل قصتنا اللي توقفنا عندها بالامس فنوجه للغرفة يلا بسم الله اوكي الان جت اللحظة اللي الجميع انتظرها لكن قبل نبدأ خلونا نبدل الدرع اوكي انا ما ادري نوريتكم هذي ولا لا لكن صنعت مانيكن حطيت فيها درع راح استخدم هذا الدرع اذا صرنا داخل البيت شوفوا شكل اللاعب اوه صراحة مرة شياكه خلونا ننزل البالدوغ يلا بسم الله نبدأ القصة يلا اختر واحد من الكراسي دولي عزيز المشاهد ويلا بسم الله نبدأ قصتنا طبعا تذكرون يا حلوين توقفنا عند اه اللي هو الروكويل اللي هي النوت 18 اللي هو اخذ عينات من النهر الخام وانا قبل شوي يوم ننزل يوم اطب كذا صاروخ اه بالقلايدر شفتوا تحتي انهار اللونها وردي الروكويل اخذ عينة من الانهار هذي اللونها وردي واضح واضح بعدين رجعوا للبيس رجعوا هو مين هو ديانا رجعوا وجلس يتمعن في مادة اللي هي الخام فيقول يقول اني لاحظت مادة الالمنت هذا المذاب او الخام انه اقوى بكثير من الالمنت اللي هو الصلب اللي هم يستخدمونه او الالمنت المخفف الالمنت طبعا اللي يستخدمونها اللاعبين لشكله مربع هذا مخفف لكن هذا خام اللي جابه الروكويل فجلس يتمعن فيه وجلس يناظره ويناظر اه خصائص هذا الالمنت فشاف انه قوي قوي مرة بعد كذا يا حلوين وهو بالمعمل او بالمختبر حق البيس اتك اه لاحظ انهم اكتشفوا انه اخذ عينات فلما لاحظوا الراكل انهم اكتشفوا انه اخذ عينات بدوا ينشبون له اللي بالمختبر حلو العلماء وايضا علموا ديانا عليه فلما علموا ديانا عليه هو قال ما فيه الا طريق واحد يصرفهم الطريق وهي مثل الطريقة الاولة انه يصرفهم باختراع يعطيهم كده اختراع يصرفهم علشان بس يدلهون عنه فلاحظه النبتة البلنت البلنت اه زد الزد هذا اللي تهيل للداينوز لاحظ انها تعطي بذر اذا وقفت عندها وانها تعطي يعني تعطي اضاءة وتهيل يعني تهيل للداينوز وعلمهم كيف يزرعونها يعني يجيبونا البذرة حقتها ويزرعونها بالبيس فمرة مرة كانوا مبسوطين بهذا الاختراع وشوي ادلهوا عنه حلو فيقول انا انا سعيدة الان نلهيتهم علشان ابقى فقط انا لوحدنا طبعا الى الان يدلع مادة انها وقلنا ان نسمع على اسمه لانه هو طيب بعد كذا يا حلوين نروح للنوتة رقم 20 او عفوا 21 ايضا بعد كذا اكتشف خصائص هذه المادة اكتشف ان هذه المادة اقوى بكثير مقارنة بالالمنت الصلب ولا خصائص يعني انها تقدر تطور تقدر تطور وتقدر انه يعني تتعرف على الاشياء اللي حولها يعني مادة خطيرة جدا ويحس انها ذكية وتتفاعل معاه بعد كذا ويصار عليه يعني يسوي بحوث على هذه المادة قدح الركول قدح قدحة العمر تذكرون الماعز يعني اللي عندنا في البيس مثلا عناقة اللي عندنا في البيس تذكرون انا قلت لكم انه ميان روضت لي الصينية روضت الماعز اول ما طبت بالخريطة قبل تيجي قبل يعني هي جت قبل الركول وهلينة وروضت الماعز الماعز حطتها عندهم بالبيس التك وخلتها بالبيس وراحت للمهمة مع هلينة ومع سنتياقو للأبلسك فهو القادح زيان اخذ الماعز وحقنها حقنها حقنة كاملة بإلمنت مذاب يعني من النهر عدال كذا إلمنت صلب فحقنها بالوريد فتحولت الى وحش الماعز صارت وحش وصارت قوية وبدت تشع فهو قبل يعني جلس يناظر هذا المنظر قدامه يشوفه تتحول فقبل انه يتسنى لها الفرصة انه يسوي عليها بحثات او يدرسها بعد ما تطورت دخلت ديانة عليه بعد ما دخلت ديانة عليه على طول شافت هذا اللي موجود عندهم بالبيس له الوحش واطلقت عليه وقتلته اقتلت الماعز فلما اقتلت الماعز اه غضب غضب شديد الراكل يعني غضب على ديانة وصرخ عليها وقال ليش تقتلينه انت قاتله يعني يعني هو يقول ان انت القاتل هاد اللي قتلت الماعز يعني هو ما سوى شي يعني فعلا بس حقنها فعتبته مرة ديانة وش صار اه راحة وعلمت باقي العلماء اللي عندهم في البيس لما علمت عليه باقي العلماء اللي بالبيس سووا له زي المحاضرة يعني ناقشوه واخذوا منه مادة وقالوا يعني يجب المادة انه خطر انت مادة تصير معاك ويعني تقدرون انهم زي افتحوا تحقيق معاه ليش تسوي كذا وليش انك تتخطانا ليش مشاورتنا فهين يقول هل يجرؤون على يعني انهم ينقشوني منهم هم عشان ينقشوني انا الدكتور راكويل انا كذا انا كذا تعرفون انتم مغرور ومتغطرس فيقول انهم هل يجرؤون على تعليمي مثل الطفل فيقول انا وريك بهم انهم هذولا الصراحة شايفين انفسهم وانا ادبهم حلو فلما صار مع هذا الموقف قال انا اوريك بهم لكن اه باذن الله اني انا ومادة الادمنديوم راح اثبت لهم انه في شيء ما في شيء ما مستحيل وراح اطور وراح اصعد يعني كلمة الصعودة والاسندد هذه ما جتعبث في الريميك من زمان كان يقولها او يبحث عنها اللي هو الروكل حلو حلو احنا عرفنا من اوين جابوا تسمية اسندد لي اللي هي النسخة الجديدة من ارك طيب بعد كده احنا خلصنا الان من ثلاثة عشرين روح الارب وعشرين وراح نوقف اه ارب وعشرين لا ارب و عشرين خلونا نستمر هنا ارب و عشرين بعد ما اخذوا منا مادة الاليمنت كان هو يعني مغبي عنده اه كمية بسيطة بعد ما خبه كمية بسيطة اه وش زين قال اني احتاج سبجيكت وش السبجيكت اني شي اني يسوي عليه اختبارات يا بشي يسوي عليه اختبارات ويدور يمين يسار ما لقى هم مسكرين عليه يعني مرح خلاص اديانه شافت انه هذا الانسان رعي جريت والعلمة اللي معها قالوا لا يجيب بنا العيد فبدوا يراقبونه وحليه مراقب مشدده فهو زين اخذ عينه من دمه من دمه هو وحطه في المختبر وجاب من الخام والالمنت المذاب ووضع العينة هذه على الدم يعني ديم يا القدحة حالو فبدأ يسوي اختبارات على الدم حقه يسوي اختبارات وكذا يطلع فشاف ان هذه المادة تفاعلت مع دمه وسوت اندماج مع دم اللي هو الروكول وشاف ان الدم حقه بدأ يشع وصار يعني صارت الخلايا الدم الكرات الدم البيضاء والعمراء صارت اسرع وصارت اقوى واكبر فهو انبهر من هذه النتيجة وقال تحس فو قال المفروض انا ساحب عينة من دم الماعز وحاط معها اللي هو قبل اني ما احقنها بشكل مباشر لكن انا اخطيت حلو بعد كذا توقعوا شزين زين قدحت العمر الحين بعد كذا يا حلوين يوم انه شاف هذه النتيجة البطلة ربط دراعه وحق النفسه خام من المادة اللي متوفرة عندها من الباقي حقن ذراعه على اليمين حلو حقن ذراعه على اليمين و اه تشوفون ذراعه كبرت وبدأ تشع وطلعت عروقه على برا وصارت ايده كبير مرة فهو يعني مرة مبسوط من النتيجة يحس بنشوه ويحس ان الالم انت يتفاعل معاه يعني كأنه يسيطر عليه حلو ف يعني بدأ يخبي ذراعه بدأ يلبس جاكيت ويخبي ذراعه عن الموجودين عنه في المختبر وعن ديانة يعني اه بالاخص لانه تراقبه ديانة يعني خايف عليه وخايف انه يجيب فيهم العيد حلو فبدي يخبي ذراعه بعد ما جاب العيد كذا طيب الان رح نوقف هنا بقصة ورح نرجع الهلينا هلينا تذكرون في النوت اعتق 16 هنا تذكرون انه قالت انا لا اصدق ذلك لانه مين قدر انه يخترق الابلسك طيب خل اذكركم بشكل بسيط ليش هم اخترقوا الابلسك وليش دخلوا الابلسك بالضبط الابلسك قلنا انها تتفاعل وشلون تتفاعل يعني كأنها قنبلة نووية هذا النوت اللي قبلها كأنها قنبلة نووية جاسة تتفاعل تتفاعل يعني هم خطر كبير يعني اللي هي اللي هي واحدة من الثلاثة براج يعني خلوكم تكونوا عشان تكونوا بالصورة واحدة هم فجروها قبل سنتياقو وديانا والبرج الثاني يتفاعل البرج الثالث سليم حلو حلو فيهم شافوا يتفاعل هذا خافوا انه يفجر بالكوكب اللي هم فيه اللي هو كوكب فقالوا لازم انه نهكره وندخل عليه آآ نطفيه لازم ندور سويتش حقه نطفيه هذا البرج فش زينوا اقدروا انهم يخترقون اللي هو البرج ويسوون تليبورت لداخل البرج حلو حلو هذي توقفنا عليه بالحق اللي راحت الآن اول ما دخلوا داخل البرج شافوا شي صدمهم صدم عيشتهم هذه اول ما بدت هيلينا انها تكتشف يعني آآ شغل المنظمات شغل منظمة تيران وشغل منظمة اللي هي جمهورية الارضة متحدة اللي هي والشي زي الانبيب انابيب كبيرة وفيها وش فيها فيها ديناصورات من كل الانواع وفيها آآ زي تقول الفضائيين الضخمين اعتقد انها تعني الفضائيين الضخمين اعتقد انها تعتقد انها تقصد الريبر يعني فيها زي الوحوش وفيها مخلوقات كبيرة كبيرة مرة هذه التيوبات اللي موجودة فوق بالابلسك فهي كانت مرعوب وكانت يعني مصدوم ومرة قالت يعني هل فعلا انه المخلوقات اللي يشوفها عندنا تحت يعني بالصاحرة والجزيرة وهنا فيها بريشن انه تكون من صنع اللي هي الاستيشن هذه المحطة وايضا يعني تقول انها يعني واضح انها هذه التيوبات انها تسوي يستنساخ يعني تنسخ نفس اللي موجود داخل التيوب وتنزلها تحت في الخريطة فبعد ما شافوا هذا المنظر المرعب طبعا هذه اعتقد نوته آآ سبعتاشر الان روح لثمنتاشر هنا تجي الصدمة الحقيقية هناك تجي كأن واحد معطيهم بوكس كده مع وجههم اللي منه هلينة وميئان وسنتياكو وصلوا المنطقة هذه اللي كنت اكلمكم عنها في الجزيرة تذكرون وصلوا المنطقة المنطقة وش فيها فيها تيوبات فيها اوادم الاوادم هذي هذي اللي رسبنون منها اللاعبين اللي يلعبون واللي رسبنت منها هلينة ورسبنا منها السنتياكو وكل اللي موجودين بعوالم لكن هذه التيوبات كانت مهمتها فقط انها ترسبن مرة واحدة يعني ما تعيد رسبنت اللي هو او ما تعيد استنساخ الجسم بس تنسخها مرة واحدة فكانت صدمة مرة كبيرة الهلينة يوم شافت هذه التيوبات واللي انصدمت مين اكثر رح نجي الان علي لكن هلينة اش تقول تقول انها اا يعني ما كأنها آلات استنساخ يعني مو استنساخ يعني نفس الاذا قلنا كلمة استنساخ فحنا ننسخ يعني نفس الجسم لجميع الاشخاص تقول انها يعني نوع فريد وشلون نوع فريد تقول انها يعني اا كلهم طبعا بالغين ما في اطفال تقول كلهم بالغين وكل واحد له شكله الخاص يعني فيه اناث وفي كل واحد له شكله الخاص والالة هذه هي اللي يعني تنسخها وتنزل تحت ويعني وتركب فيه الذكريات هي ناس صدمة وش قالت قالت انا اعتقد اني انا فعلا يعني اتيت من نفس المكان حلو لكن تقول هل هذا يعني ان ذاكرتي كلها كاملة يعني مزروعة هل فعلا مزروعة يعني بالجسد اللي والجسد اللي اللي انا جالس احس فيه انه فيك يعني مزيف فكانت صدمة يعني كبير الهلينة لما اكتشفت هذا الشي حلو فقالت يعني انه الالة هذه والمحطة يعني ربما انها بطريقة ما ارجعت بالزمن وانسخت الاشخاص اللي كنا عليهم سابقا وسوات لهم يعني نسخ ونزلتهم هنا حلو فالان في تشاؤلات كبيرة براسلينة كيف ان الالة اقدرت تسوي كذا هي ما تعرف عن المنظم من المنظمتين ولا تعرف عنهم شيء وسنتياقو كان قلت لكم انه ممسوح ذاكرتها بخصوص المنظمتين ما يذكرهم مع انه كان يشتغل معهم حتى ديانة لاحقة هي على الحرب وكانت طيارة لكنها ممسوح ذاكرتها من ناحية المنظمتين وناحية اللي صار في الحرب طيب الان وصلنا للنوتة رقم تسعة عشر النوتة رقم تسعة عشر تقول انه هاش شيء هذا بعد ما شفنا اللي هي الانابيب اللي فيها البشر انصدمت صدمة كبيرة منه الصينية ميان انك راح معهم فكانت صدمة صدمة كبيرة مرة له تقول درجة انه يعني وصفه لينا تقول الدرجة انه يعني تمشي ورا سنتياقو كأنها زومبي يعني مسلح زومبي مسلح يعني كأنها زومبي كذا يمشي بدون مشاعر ومعها سلاحها فكانت تقول انها ساكت ومعب وما الوقت يعني خلاص يعني كأنها خرسة ما تتكلم تقول يعني ما اللي هي القرن السابع القرن السابع تقول ذاك الوقت يعني يا الله اخترعوا اه ملح البارود يعني اه يعني تقول الى ملح البارود توهم مخترعين يعني شلون تعرف الاشياء ذي والتقنية هذه فانصدمت صدمة كبيرة طيب اللي بعده اللي بعده اللي هي النوتة رقم عشرين تقول اخيرا انه نجحنا نجحها وفي ايش انجحوا انهم يخترعون او عفوا يخترقون الكنترول حق ستيشن وحق المحطة فتقول انا عرفت الكنترولر من شكله وعلمت عليه سنتياغو لاني شايفتها قبل بجزيرة فتقول سنتياغو اخترق الكنترولر فاول ما اخترقنا الكنترول ويعني انبساطنا كذا انقدرنا ندخل عليه تقول فيه زي الانتيفايروس يعني زي نظام مكافحة الفيروسات ومكافحة الاختراق وش هذا مكافحة الاختراق تقول انه اول ما اخترقناه سمعنا زئير من خلفنا شفونا انتم الآن يا شباب ملتفتين هم مرعوبين مرة لنسمعوا زئير خلفهم طبعا وش الزئير المفاجأة هنا المفاجأة الزئير يا شباب اللي هو اه اللي هو ليلة الله عفوا اعتقد غصلنا عشرين الان بنروح الواحد وعشرين حلو نبينروح الواحد وعشرين الزئير وش هو ان المحطة اطلقت عليهم دفاع وش الدفاع حقها جيش من الريبرز جيش كامل السطول كامل من الريبر تخيلتو فتقول على طول مادام سنتياقو جالس يهكر تقول انا بديت اطلق عليهم بسلاحي وتقول انه مئا اطلعت كده من صمتها ومن الصدمة اللي كانت فيها على طول طلعت السلاح بدهت دافع عنه يعني طلعت السيوف تشوفون بدهت تجلد بالريبرات فهي تجلد بالريبرات وسنتياقو يحاول انه يطفي الابلسك وتقول ايضا اثناء محاولتها انه يطفي الابلسك تقول نجح سنتياقو انه يسوي اه او يعمل تليبورتر يعني كأنه اه مخرج طوارئ بيطلعنا كده بسرعة فتقول انه طلعنا ويالله قدرت اسحب يد مئا وسنتياقو ندخلهم داخل التليبورتر قبل يتمكنهم من جيش الريبرز فتقول طلعنا ينجون بعجوبة من اللي هو الابلسك بعد كده يا حلوين وصار عليهم صار عليهم بعد ما تمكنوا انهم يطلعون اه حلينا انزلت الارض وبيت تمشي وتتمعهم بالمخلوقات تتمعهم بالنبتات يعني زي المصدومة يعني اي اه وشه اللي كان يدور ببالها اللي كان يدور ببالها تقول هل انا الان هل انا الان حرة وهل هذه يعني ام ارادتي اللي انا امشي بها اني انا ودي ارجع للارض واني الان انا سوي كذا او افعل كذا ولا هي ارادة المحطة اللي هي تتحكم بي يعني بدت تدور وتساؤلات براسها ويهني اللحست مرة مرة يعني ان صدمت عقب اللي شافتها داخل المحطة اللي بعدها يا حلوين الان وصلنا النوت الثلاثة عشرين تقول تواصلنا مع القرية بعد ما تواصلوا مع القرية واش قالوا لهم قالوا امبشركم دراء نجحنا انه تواصلنا تقول تواصلنا عن طريق الراديو مع القرية من معه مع ديانة تقول لبشركم انه قدرنا نطفل اوبليس كنا الان خلاص في امان وانه نقدر نركز الان على شغلنا على التليبورتر او البورتل اللي موجود في منطقة البداية في تقول لنا اقدر نشتغل عليه الان وانه راح زال الخطر وايضا تقول لنا يعني جلسنا وارتاحنا مبسوطين وايضا شوفون هنا ميئان تحس انها ارتاحت وانبسطت بعد ما نجوا من المأزق الكبير اللي واجهه طيب اللي بعدها يا حلوين اللي بعدها اه خلاص هنا راح نوقف هنا راح نوقف راح نرجع للروكول هنا يبدأ الحماس هنا يبدأ الاكشن ركزوا معي طبعا شوفوا الاحداث الان اللي تبي تصير تبي تطاردنا الى جنس تو الاحداث الان اللي بقولها تبي تطاردنا الى جنس تو اخر خريطة بارك ركزوا معي الان توقفنا بالروكول وش صار عليه صار عليه انه سوي تجارب مع دمه وانه حقن ادراعه اليمين صح ولا لا بعد ما حقن ادراعه وصار عليه الروكويل صار علي يا حلوين انه الروكويل تمكن انه يحط يده على كمية المنت لانه بعد ما جاهم الاتصال بدأوا يحتفلون بدأوا ديانة واللي معها يحتفلون بالقرية ويحتفلون مبسوطين وكل قرية التك فالتهوا عن مين التهوا عن الروكويل يوم انهم صدوا كده عن الدكتور الدكتور انتهز الفرصة وراح اخذ اخذ كمية كبيرة من عندهم وذوبه حلو ولقى العينتين اللي هم خبين هن عنه اخذ العينتين واخذ يعني من مواطير التك حقاتهم وذوبهم حق الله هم مذاب فجاب كمية كبيرة وذوبة يعني براسة شي براسة شي مجنون حلو الان شوفون اذراعها كبرت مرة 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 وهو ما زال رابطها ما زال رابط اذراعها فاذراعها كبرت الى الكتف مرة حلو فالان وش زين الراكول يقول اني انا ما ادري وش يحتفلون عنه لكن يقول سمعت اسم السيدة والكر يقصد اللي هي هلينا او هلينا عفوا فيقصد هلينا انه يقول سمعت اسمها يقول لكن وش زينت الدكتورة هذه الحثالة يقول هذه الدكتورة لا شي عند انجازاتي يقول يعني يحتفلون وش زينهم يعني علشان بيطلعون من هذا الكوكاب يعتبرون انجاز ليش عدين انفسهم وصلا هم سجن لكن انا بثبت لهم وابصعد وابثبت لهم اني انا افضل وافضل من هلينا باستخدام لا زال يدلع مادة باند منديوم طيب وش زين تخيروا هنا الصدمة هنا الصدمة او هنشون هذي اخر للروكول الصدمة يا حلوين انه جاب كمية الالمنت اللي ذوبه وحقنه بذراع اليسار بدون ما يربطه فك الربطه اللي بذراع اليمين وحقن نفسه باكبر كمية المنت مذاب عنده حلو قال خلاص الان ما دون الحلق الا لدين انا ابي اصعد ابي اصير قوي ابي اصير خالد انا اعلمهم انهم هم على خطأ وانا الصح حلو فحقن نفسه الدكتور ادموند راكول اول ما حقن نفسه شاقول لكم خلاص تحول الى وحش تحول الى وحش وحش راح يطاردنا الى جنسته فحنا الان يعني وش جابه الجنسته وكيف يعني توصل للسفينة هناك وهو اصلاً موجود في ابي ريشن هذه كلها لاحكين عليها لكن هو ش زي الان تشوفون الان اضافره وايده صارت بشعة بعد ما حقن نفسه الراكول تحول الى وحش تحول الى وحش كبير كبير وطلع على زي الاذرع زي اذرع لاخطبوط حلو فبدأ يضرب اللي موجودين بالقرية ويصبخ فيهم ويذبح فقتل كل العلماء وكل المخلوقات اللي موجودة بالقرية وكل يعني عثب القرية عثي كسر القرية كاملة الى درجة يعني ديانة مسلمة ضربها ويعني كل اللي قدام كده مسحهم حلو حلو طبعا هو سوه هذا السوايا نرجع الان الهيلينة الهيلينة الان الهيلينة تبجيها صدمة العمر طبعا الهيلينة وصلنا حنا وصلنا اربع عشرين اربع عشرين تقول بما ان حنا شبينا نار وزينا مخيم وجالسين نرتاح عقبل الحفلة اللي صارت حق الأبلسك تقول جاءنا اتصال الاتصال من القرية من اللي يتصل فيهم اتصلت ديانة وش قالت قالت انه في وحش وحش واري يهاجمهم حلو وكانت طبعا الاتصال جاء لسنتياغو وسنتياغو ما قدر يسمع بوضوح ليش لانه يقول ان الاشارة بدت تقطع حلو لكن انه وش سمع سمع ديانة ديانة تقول تقول اول ما سمعنا الشي هذا تقول انه كنا اول نوفر ما نستخدمه في البدلات الا الضرورة تقول انطلقنا على بدلات كلنا كلنا دعسين نستخدم بدلات راجعين للقرية حلو فتقول اتمنى هلينة شوفوا يعني نيتها طيبة تقول اتمنى انه ما يعني انه ما حدث شيء لادمند راكويل لانه هو اول مرة حبه بخريطة الجزيرة اول من احتواه اول من علم هالاساسيات والاشياء وكيف تتعامل مع اللي هي الجزيرة فتقول اتمنى انه بخير حلو لكن تقول انه اي شيء يحدث له تراو خطأي انا حلو تراو خطأي انا اني ليش اخليه حاله المفروض اني خليته تحت نظري وانا راقبته طيب الان ارجعوا ارجعوا الان اه وصلنا اعتقد 23 لا عفوا وصلنا 25 25 اول ما ارجعوا يا حلوين اول ما ارجعوا شافوا وح كبير كبير وكان ما زال يطور ما زال يكبر ف شافوا وهو يغادر 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 يش يغادر القرية طيب فكانوا مرعوبين منه اول ما شافوه وناظروا الى مقتل الدناصرات ومكسر القاعدة حقاتهم اللي قريتهم وتقول يعني الجثث بكل مكان يعني يعني خلعا ربك فهو هم يقولون يقولون تسارعنا كلنا كلنا تسارعنا اننا نجد ديانة يدورون ديانة لانه ليش لانه هي القاعدة هي قاعدة القبيلة فيدورون ديانة فاول ما وصلوها اه يقول ما قدرنا نسوي شي هلينة تقص السالفة تقول ما قدرنا نسوي شي لها كانت جريحة بقوة بقوة فتقول انها ماتت بين دراعين ميان فكانت ميان مسكتها وماتت بين دراعين فيعني ما قدرت تقول شي الا شي واحد قالت ترى الوحش انه اسمه ادماند دراكول حلو حلو الان تأكدوا تأكدوا ان الوحش اللي شافوه ويغادر القرية انه فعلا هو الدكتور ادماند دراكول فكانت صدمة كبيرة كبيرة لهم بعد ما كانت صدمة كبيرة لهم ادفنوا ديانا ودفنوا الجثث الموجودين وارتاحوا بعدين بدوا يتجهزون بدوا يتجهزون سنتياقو ميان و هلينة طبعا رقم واحد ميان تبية الثقر مين من الروكول تبية تروح تبية الثقر منه فتقول انه يعني اخرجت من القرية يعني مدرعة من الى من الى مدرعة حلو فتقول انه ما فوتت فرصة يعني ما ارتاحت على طول بده يتجهز نفسها كذا لكن تقول انا هلينة تقول انا احس اني انا بالمسؤولية احس اني انا المسؤولة الكل اللي صار تقول انا اللي طاوعت الروكول انه نجي تقول لاني كنت انا ودي نحط الاحدثيات يوم ننتقل او كان الخيار عندهم يقدرون ينتقلون الخيار للجزيرة ويرجعون للجزيرة ف الروكول كان مصر انه يجي فطاعتها هلينة تقول انا مرة متحس اني سمعت كلامه يعني تقول انه خطأي بشكل كامل حلو تقول الان هي تقصد مئان تقول انها رايحة بتحط نفسه بخطر كبير ضد هذا الوحش اللي شفناه لكن تقول انه خطأي ليش لان تقول انه صديقي ف صديقي وانا اللي جبته هنا لكن تقول وشلون انا بقدر اني ارميه وشلون بقدر اني اطلق عليه النار وهو صديق القديم يعني صديقي القديم وصديق عزيز علي وتساعدني كثير يعني تقول انه ساعدني عندما لم يكن لي احد يعني كانت مقطوع منشجرة بالجزيرة وهو اللي احتواه خلا عنده بالبيس وبدأ يعني يعطيها اكل ويعطيها مشروب وعطاه ملابس يعني لدرجة ما تنسى هي معروفة هتقول شلون حين الان انا بروح واطلق عليه النار مو نقادر الان تستوع بالوضع طيب اللي صار بعدها اللي صار بعدها يا حلوين انهم اقدروا يلقونه وين اقدروا يلقونه تحت بالانهار عند انهار فكان متخبي تحت عند انهار علشان لانه يحب مادة وراح يشرب من المادة هذه زود عشان يقوى اكثر فحصلوه اضخم وحصلوه اكبر وتلاحظون انه زي الاذرع يعني يضرب فيها فكا اول ما حصلوه بدأ وهم يطلقون عليه النار يطلقون عليه النار يطلقون عليه النار فهو كان كل ما يغضب كل ما لا يغضب كل ما لا يغضب يعني يزود غضبها الروكول لدرجة انه يوم انه غضب غضب شديد وش زي فتح اه اه فتح زي الكاف حلو يعني صار يعني اشد غضبة اشد غضبة فتح فتحة كده بالارض يعني تحتها يعني زي يقول زي صار زي الززال ومفتح فتح فتحة تحت الروكول وش زينت ميئان ميئان انطلقت كده يعني زي الصاروخ تستخدم سروال التك وضربته من دعين الاسار بسيف التك فاخت التوازن الروكول وطاح بالحفرة يوم انه طاح بالحفرة اللي هو يعني كادت ميئان انه تطيح معه بالحفرة لكن امسكتها هلينة على اخر رمق وطلعتها من حافة الجبل او الحفرة اللي كاد يطيح فيها منه اه ميئان اللي طاح فيها الروكول بعد كده الان وصلنا للنوتا ثمانية وعشرين كتبت اكتبت رسالة عميقة حلو منه هيلينة هيلينة كتبت رسالة عميقة المين اللي هو الروكول اكتبت انه تشكر على اللي سوى وتقول ما انسى لك المعروف اللي سويت لي ويعني الرسالة هذي كله طلعت اللي بخاطرها وحطت الرسالة بقبر والقبر اكتبت عليها اسم ادماند روكول حلو لن تقول اني يصم ما اقدر ادفنه ولا ادري هو حي ولا ميت لكن خلاص انا يعني بعتبر نفسي اني ديفانته واني خلاص نريكيز على البورتل ونطلع من هذا المكان حلو حلو طيب بعد كده يا حلوين بعد ما اكتبت الرسالة الان بدأوا يشتغلون اه طبعا قبل يشتغلون او اثناء شغلوا مع البورتل كانت ميئان يعني تمر مرحلة عزاء على هلينة وكانت ماسك قلادتها تشوفون اللي جيتها عفوا كانت تمر مرحلة عزاء على ديانة ديانة وميئان طبعا نقصد الصينية فهنا ماسك القلادة اللي جتها هدية من ديانة يمتنقذها حلو يمتنقذها يمتنزل لمنطقة الحمراء وماسك القلادة وكذا يعني تنتحب ديانة طيب اللي بعد يا حلوين هذي آخر نوتا الهلينا آخر نوتا الهلينا تقول انه ميئان ما كانت راضية ان تنتقل معنا كان ود تجلس هنا في عشان موجود قبر ديانة فتقول اني اقنعتها واخذت اخذتها معها يعني بالغصب طبعا اكتمل مشروع البورتل واخذتها معها هي وسينتياغو الى الارض اللي هي اكستينشن فتقول انه كان مكتمل مشروع البوابة وكنا يعني راح نمشي غدا ولكن بيانت لي ما ودها تروح لكن بالغصب يعني اجبرتها ان تروح معنا تقول انها كانت هي تسحب يدي يعني لدرجة انها يعني بدت ما احس بيدي انها لدرجة انها ربما تقول يعني انها قبضة حددية ف انها هي تبيها تجلس وهيلينا تقنعها تبيها تروح معهم فوش زي انا غادروا كلهم الثلاثة الحين من اللي غادروا عشان نعرف اللي غادروا اللي جاي من الجزيرة وهيلينا اللي جاي من الجزيرة حلو والروك والاصبح وحش وطاح بحفرة وديانا ماتت اللي هي صديقة سنتياغو اللي قلنا الطيارة اللي هم اصحاب قاعدتك حقة ابريشن وسنتياغو غادر معهم يعني اللي غادروا ثلاثة منهم ميان هلينا سنتياغو والروك والاصبح وحش وديانا ماتت هذولا اصحاب القصة الرئيسية الابريشن هذه نهايتهم طبعا الروك والروك والملاحظات هذه بتشوفون ملاحظتها هذه الاولى كان يقول وين انا وش المكان هذا اللي انا فيه وش الاحساس الغريب اللي انا حسبه طبعا هو يقصده داخل الحفرة حلو فيقول انا بديت احس بكي شي بديت احس بالارض بديت احس بالسماء بديت احس بالاحجار بديت احس بالمنحيات بالكهوف بكل شي ليش هو يقصد طبعا المجرة دي حقة ارك ابراشن بديت احكم فيها بشكل كامل بديت احس بيها ليش لانه يعني بديت يحس بحركات اللاعبين وش زينون ليش لانه انتو بتعرفون ان الاليمنت الاليمنت من تشير بالتربة والتربة او الاليمنت اللي بالتربة يتواصل مع الروكويل الاليمنت اللي موجود بالروكويل وبدأ يعني علمه كي شي فهو يقول الان يعني بديت يقول احس اني صعت يقول انا بديت افهم يقول بديت اني اه الان بديت احس اني اتحدث مع مين يقول اتحدث مع اللي هو الارض هذي يقول بديت افهم الارض بديت افهم الاليمنت يعني لا تفعلوا ذلك لا لا يصرخ ليش لانه ما يبيهم يتركونه بهذه الحالة فاشقال هذه اول مرة يتأسف من هلينا وراح يتأسف الهلينا مرة ثانية واذكركم متى بقصة قدام فهنا صرخ قال ايام سوري حلو اه من يقصد يقصد هلينا يقول انا اسف ف اه يقول انا اسف يا هلينا لكن لا تتركيني هكذا حلو فما ما فاد التأسف هلينا غادرت الاكستنشن وسنتياغو ميان وهو بقى بهذه الحفرة يعني الان عرفنا من ملاحظات انه لازل حي طبعا الان نرجع للحلقة الاولى من سلسلتنا الحق الاولى بدايتها لو تشوفون المقطع السينمائي حق هلينا اللي انا ترجمته لكم هلينا شو طلبت مننا بالهولوغرام الهولوغرام حق هلينا طلبت مننا طلب واحد انه نبقى اقوى ونقوي انفسنا ونقتل مين نقتل الراكول يعني هي جيبتنا لهذا المكان هي جيبتنا لهذا المكان تبينا نقتل مين تبينا نقتل الراكول ليش نقتل الراكول وش مغزى هلينا وش وصل هلينا الان تصير كذا هولوغرام وش الاحداث اللي صارت باكستينشن هذه باذن الله راح نعرفها بالمستقبل لكن اتمنى الان انكم فهمتوا موضوع الروكويل وكيف صار بها الحالة حلو وهلينا كيف انتقلت للارض وايضا سنتياقو واللي معهم لحد هنا يا شباب خلاص راح نتوقف وننهي حلقتنا لكن كما عودتونا لا تنسون انكم تفجرون المقطع عليك هذا حلو وثاني شي حلوين نختم قولنا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك كان معكم استور مراكم من الحلقة القادمة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة